بسم الله الرحمن الرحيم يا سبب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تأسيل العسيس الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سبزا ومن خلفهم سبزا فأغشيناهم فهم لا إبسرون وسواء عليهم أم ذوتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريب إننا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ودرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إيرد للرحمن بدبع لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا إنكذون إني إذا لفي ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنسلنا على قومه من بعده من جنب من السماء وما كنا منصلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرسا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من العيود ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيز العليم والقمر قدرناه منعسل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولواهم ينقذون إلا رحمة مننا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينجرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا وإلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ظلال على الأرائك اتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتعود سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أدل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنب التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تخفرون اليوم رختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أردلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمصنا على أعينهم فاستبقوا الصغاط فأنعيبوا سرود ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمد من ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه وإلا لقر وقرآن مبين لإنذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم منصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قد رب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بقل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر